السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى ان شاء الله تكونوا على خير و بخير ان شاء الله غيب تعريكم بزاف مهم سبب غياب كنت ايانا شوية نتمنى ان شاء الله تكونوا على خير و بخير كي بقيتوا مع ذاك الخلعات الزنزال اللي ضرب بلدنا الحبيب نتمنى ان شاء الله الشفاء لكل المرضى و الجرحاء ان شاء الله والرحمة و المغفرة لجميع الموتى والشهداء ديال هادا المصيبة اللي حلت ببلد المغرب الحبيب مهم البنات نتمنىكم تكونوا على خير و بخير و اولا و قبل كل شيء الصلاة و السلام على سيدنا و حبيبنا و نبينا محمد عليه افضل الصلاة و السلام جيتكم اليوم ان شاء الله راكم عارفين دخول المدرسة ان شاء الله غادي نشارك معكم وصفات القوتي هكا لولدات المدرسة مهم ارتقيت ان نبدأ معكم بهذه الوصفة و ارتقيت خبز ارتقيت كثير من الوصفة و ارتقيت كثير من الوصفة و ارتقيت الكثير من الوصفة ارتقيت معلقة كبيرة خميرة الخبز او الفورية او العاج المعجونة ارتقيت ملعقة صغيرة و ارتقيت تقريبا تزاع كثير من الوصفة ضكير و ارتقيت كثير من الوصفة لدينا كلها تزاع كثير من الوصفة جميع كيسان المدفئ باستخدام كثير من الوصفة و الملح نضيفه الوصفة اليوم يطلق لدينا كيسان الماء سكر وخميرة يجب عليها ملعقة صغيرة لكي يضعون لون الهبي ويحمرون ويكونون خضر من الداخل ويجب عليها ملعقة صغيرة نضيف ملعقة صغيرة ونضيف ملعقة صغيرة نضيف ملعقة صغيرة تعمل السكر ملعقة صغيرة وملعقة كبيرة الخميرة ولسن الجوع لتحضر ملعقة كبيرة ت BRON نضيف ملعقة صغيرة نضيف ملعقة صغيرة نضيف ملعقة خاصة Test نضيف ملعقة صغيرة سوف نضيف ملعقة ملعقة كبيرة من الملح الملح عبر 450 كيلو ثم نخمر فقط 5 دقائق ونضرب 5 دقائق ونغطيه ونعوده نضربه ونضربه ونضربه ونضرب العجين ونضربه ونضرب العجين 4 مرات اغطيته ونضربه حتى اطلع ونضرب الفقاعات ونشكله كمية هذه الدقيقة خرجت لي 8 سفنج يعني 8 سفنج ومشي صغارات ومشي كبارات موين بحال السفنج اللي كانوا نقلو يعني عند مول سفنج مهم راكم عارفين انا كان نحمق على سفنج وبما انني في بلاد المهجر حنا ما عنا شنيا يعني انكي لا بغيت تشريه حنا ما كينشفنج ما شبح لبلاد كينشفنج حنا ما كينشفنج حنا ما في بلاد المهجر ضروري لا توحشيه فكيت نوضي تديره الحمد لله انا اول مرة اقلت يعني انجح لي فيدي والحمد لله مني كان نبغيه يعني كان نصوبه معندي مشكل فيه المهم كان دير جوج مقالي البنات مقلاء كان قللو البطا وقد ديروا فيها شوية الزيت لنفعل زيت سيتم تردين مقلة صغيرة ونقوم بزيت قبل أن تشد طبقة سميكة من تحت ونقصه للنار يطيب ويطيب ونفعل طريقة انا كنت كنت ندير جوج حبات في المقالي لا بغيت انتو ما تديروا كسرونة ولا مهم كانت عندكم تامقلة كبيرة ممكن تديروا بزاف المهم تنضيروا في المقلة اللولة وعاد كنحطوه في المقلة الثانية اه بزاف ديال الصديقات اه كانوا مهم كنحطوهم انا يا اه اه احطو فيديوهات قصار اه وحطوه في تيك توك تا وافحي في الكون ديالي في تيك توك وبزاف اللي كي يسولوا على الكمية الماء على الخميرة رهما طلعش رهما جاش يعني مفش فش هكا مرخوي من الداخل راح قتيش يشارب الزيت مهم يتبعوا هات النصائح وان شاء الله هينجح معاكم سوف ننحل معاكم ان شاء الله وحضراني يحليتها في التقديم الفيديو ما كيجي الشارب الازيت نهايا وكيجي مهوي وميفشفش من الداخل وكيجي الغزال مهم نتمنى komencareكم آآ booster هدا هو الاقتراح اه един لهذاd наher وهذا الفيديو هادي نتمنى اقتراحي اعجبكم وللي موحشة في شفنج وعيش في بلاد المهجر في بلاد الغربة يمكن ان اضعه طريقه كيف يعمل نضرب عليه مقرمج مقرمل نتمنى ان تجربه لا تعقز هذا مهم اعطيه وقته ساعة ساعة خدمه انا لديه العجانة انا لديه العجانة انا لديه العجانة لديه العجانة لديه العجانة لديه العجانة و هذا هو وقت اليوم و مرة اخرى نتمنى ان شاء الله هذا الفيديو يجبكم في احسن حال طبيعة الحال الشفنج ضروري مع آتي الشيء المغربي ضروري نرافقه اما بعسل او كونفيتور المهم اللي بغيتو او بني الطيلة اللي بغيتو المهم هذا هو وقت راحي دليوم نتمنى ان شاء الله الفيديو ديالي يعجبكم و هذا الاقتراح دليوم يعجبكم و ان شاء الله فيديوهات مقبلة هادي نشارك معاكم يعني اه وصفات للمدرسة والولدات راكم عارفين الدراسة ان شاء الله اللقوة ديالهم او فش يجي و معدبها يبدأ يبرد الحال يجي و يبغيوا يكلوا و هذا مهم كيكون شوية جوع البرد ماشي بحال الصهد و ماشي بحال الصيف المهم هذا قوي داتي شاركتو معاكم نتمنى الفيديو ديالي ديالي يعجبكم و نكون كنت خفيفة عليكم نقول لكم هنايا كي يتسال الفيديو ديالي نتمنى ان شاء الله يعجبكم و نقول لكم ما تنسونيش من لايك و ليما مششاركش في القناتي الشارك و ما تنسونيش من تعليق في محتوى الفيديو و اكيد تعاليق تعاليق ديالكم و ليكومنتر ديالكم هما اللي كي يشجعوني دائما و خاك تنكونوا يعني انا كنكون بعض المرات عيانة و هكاك تندير الكوغاج و كننوض و كنصوار و كنمونتي مهم هذا الفيديو ديالي اليوم نقول لكم الى اللقاء ان شاء الله في فيديو اخر اه الى اللقاء مع السلامة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة